اشتركوا في القناة الشيطان لانه استخدم بعض شياطين الانس في ان هم يشككوا بعض المسلمين في دينهم فوقفنا قدامه وصرعناه ووضحنا للدنيا كلها ان الاسلام وعمره ما انتشر بحد السيف بل انتشر بالرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين جيش الشيطان مرة تانية بزكاءه ودهاءه حب يصير شبهة تانية هم دور الشبهتين بس اللي اتكلم عنهم لانهم اخطر شبهتين وحب ان يشكك مش في الاسلام وبس لا حب يشكك في نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ده نبيكم يعني كان بيتجوز كتير قوي وكان شبهة تعدد الزوجات وشبهة زواجه في سن مبكرة من عائشة رضي الله عنه وارضاه والنهاردة هنقفله بالمرصاد ونقول له هنصرعك وانصارع كل الشياطين الانس اللي تكلموا في حق نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهنقول للدنيا كلها بفضل الله ما عندناش حاجة في دنا تخلينا نخجل او نتكسف ما عندناش حاجة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تخلينا نخجل او نتكسف بتقولوا ايه عن نبينا صلى الله عليه وسلم بتقولوا نتجوز كتير تعالوا نشوف الشبهة ديت تعالوا نشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها لاخيرها هتلاقي ان حياة النبي انقسمت لخمس مراحل المرحلة الاولى حبايب قلبي من سن من يوم بتولد لحد سن 25 سنة بلا زوجة طب ومن سن 25 لخمسين زوجة واحدة اكبر منه بخمستاشر سنة ومتجوزة قبل منه مرتين ومخلفة والمرحلة التالتة من سن 50 لما ماتت امنا خديجة رضي الله عنه وارضها من سن 50 ل53 بلا زوجة ومن سن 53 ودي المرحلة الرابعة ومن سن 53 لسن 55 زوجة واحدة اكبر من النبي في السن اسن منه صلى الله عليه وسلم ليه السوداء من تزمعة وبعدين ومن سن 55 ل63 اللي اخر 8 سنين عاشها النبي صلى الله عليه وسلم هي ديها اللي عدت فيها وهي دي الفترة اللي انتشرت فيها الاحكام ونزل فيها التكاليف كلها وشرع فيها الجهات فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم فيها اكتر واكتر بالدعوة وبالجهات في سبيل الله وكان كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكن ان يقال ان الزواج ده كله كان من اجل شهوة لو كان من اجل شهوة كان يتجوز النبي عليه السلام من سن 25 ل50 وانتو عارفين ان قوة النبي كما اسلافنا اكتر من مرة ان قوة النبي باربع تلاف رجل حد بعد كده ممكن يشك في ان الجواز ده كان جواز من اجل شهوة او غير ذلك تعالوا نشوف ايه الحكمة من تعدد زوجات النبي ده عدنا ندرس الموضوع ولاقينا انها فيها حكم كتير جدا لكن الحكم دي كلها فعلا تندرج تحت اربع حكم الحكمة التعليمية تاني حاجة الحكمة التشريعية تالت حاجة الحكمة الاجتماعية رابع حاجة الحكمة السياسية تعالوا نشوفهم بسرعة بعد ما تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اول حاجة الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة التعليمية النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يعلم المسلمين رجالا ونساء طب النساء ليهم أسئلة محرجة ونبع السام كان أشد حياء من العذراء في خضرها يعني ممكن المرأة تأتي إلى النبي وتسأله أسئلة محرجة مش قادر يرد عليها طب يعمل إيه لابد من وجود واحدة ترد على النساء طب واحدة مش هتكفي فلابد من أكثر من زوجة يتعلموا كلهم فلما تيجي النساء يخشوا ويتوزعوا على زوجات النبي فدي تسأل أم سالمة ودي تسأل عائشة ودي تسأل جوائرية ودي تسأل صفية ودي تسأل حفصة وهكذا فتتعلم نساء المسلمين يدي مثال بسيط دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت النبي عن كيفية الاغتسال من المحيد فقال إليها صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من المسك وتتبعي بها أثر الدم فقالت كيف أتتبع أثر الدم فوضع النبي يده على وجهه وقال سبحان الله سبحان الله تتبعي بها أثر الدم فأخذتها عائشة وقالت افعالي كذا وكذا سؤال محرج والنبع السلام مكسوف يرد عليها تأتي أم سلين عند النبع السلام في يوم ما كان عند أم سلمة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة لقد فضحت النساء أو تحتلم المرأة فقال النبي فبما يشبهها الولد فأسئلة محرجة فكان لابد من النساء عشان يوصلوا العلم ده للنساء وانتو عارفين أن السنة النبي مهاش قوله بس قول وعمل وإكرار فكان لابد من وجود مجموعة من النساء في بيوت النبع السلام علشان ينقلوا العمل القول والعمل والإكرار للأمة كلها من خلال إن النساء النبي يتعلموا فيعلموا نساء الأمة هذه الحكمة التعليمية الحكمة التانية يا جماعة هي الحكمة التشريعية تأتي حكمة زي حكمة إبطال عادة التبني كانوا في الجاهلية الرجل ممكن يتبنى ولد صغير وبعدين يعتبروا ابنه ويكتبوا باسمه ويعطيه الحق بعد ذلك في أنه يجلس مع نساء الأسرة خلاص بقى واحد من العيلة ويرث بعد ذلك فجاء الإسلام ليبطل عادة التبني تمام؟ ويرحم فيما عدا ذلك يرحم الأيتام ويرحم الأرامل ويرحمه لكن لا يعني لا بد أن يبطل عادة التبني تأتي إزاي؟ تأتي من خلال إن النبي عليه السلام هو نفسه يتبنى زيد بن حارثة ويسميه زيد بن محمد وبعد كده يكبر زيدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويروح النبي مجوزه من بنت عمته اللي هي زينب زينب بنت جحش اللي هي بنت عمت النبي صلى الله عليه وسلم وهي القراشية الحسيبة النسيبة الجميلة الوضيئة فتتزوج من مولا من الموالي رفضت في بداية الأمر ثم بعد ذلك وفقت وحدث ما بينها وما بين زيد بن حارثة بعض المشاكل وطلقها بعد ذلك فكانت المكفأة أن ربنا يأمر بزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالناس قالوا الله ده محمد صلى الله عليه وسلم هيجوز زوجة ابنه زيد فنزل قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل عادة التبني فكان تعدد النبي وزواجه من زينب بنت جحش من أجل أن يبطل عادة التبني صلى الله عليه وسلم الحكمة الثالثة الحكمة الاجتماعية حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في ناس قريبين منه جدا وكان أقرب الناس إليه كانوا الأربعة اللي يبقوا الخلفاء الرشيدين من بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعليه فيروح النبي متجوز بنات اتنين منهم ويجوز اتنين تانية اتنين منهم من بناته يجوز مين يجوز عائشة بنت أبي بكر اللي قدم كل الخدمات وخدم الإسلام خدمات اللي لا تكاد تحصى أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ويجوز بنت عمر بن الخطاب اللي هي حفصة بنت عمر إكراما لعمر وزيره المخلص التاني يبقى تزوج بنت أبي بكر وزيره المخلص الأول ثم تزوج حفصة بنت عمر وزيره المخلص التاني ثم زوج بعد ذلك عثمان بن عفان من رقية فلما ماتت زواجها من أم كلثوم زواجها من أم كلثوم وزوج عليه ابن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوله وزراء الأربعة ودوله الخلفاء الرشدين اللي لازم هيحتك بهم كتير ويحتكوا بكتير فإكراما لهم صلى الله عليه وسلم أكرامهم بأنه جوز بنات بنت أبي بكر وبنت عمر وجوز عثمان من بناته رتين عشان كده يسمى ذو النورين لأنه الوحيد اللي يجوز بنتين من بنات النبي وزوج عليه من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الحكمة الرابعة حكمة سياسية حكمة سياسية أن النبي يحب أنه يربط بطون القبائل بالإسلام والمسلمين علشان يحموا الإسلام ويحموا شوكة المسلمين ويحفظوا على الدين دوت ويحموا النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر يبلغ دعوته للكون ده كله فمن ضمن الأشياء اللي حصلت على سبيل المثال أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بني المصطلق وقعت فيه يعني وقعت جويرية بنت الحارث اللي هي بنت سيد بني المصطلق وقعت فيه سهم ثابت ابن قيس وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أنه يعينها بالمال حتى تفدي نفسها تدفع الدية ويعني تفدي نفسها عشان تصبح حرة مرة أخرى فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها أمر الآخر طب ما بدل ما تدفع الفدية بتاعتك من أدفع لك الفدية واجوزك فوافقت على ذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون سبحان الله أصهار رسول الله تحت أيدينا وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث اللي هو سيد بني المصطلق فرحوا أطلقوا جميع الأصل فلما بني المصطلق رأوا هذا الخلق الكريم من نبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي أسلموا جميعا فكانت أمنا عيشة تقول كانت أعظم النساء بركة على أهلها جويرية بنت الحارث فبإسلامها وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبيلتها كلها ومن ضمن أيضا المشاهد الجميلة من سبب التعدد من الناحية السياسية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بن تحيي بن أخطب اللي هو سيد يهود خيبر في غزب تخيبر وقعت صفية بن تحيي بن أخطب في سهم دحيا الكلبي صحابي جليل فواحد جاء له يا رسول الله وقد وقعت صفية في سهم دحيا الكلبي وأنت أولى بها يا رسول الله فهي بنت سيد القوم فما ينفعش أنها تكون مع واحد من الصحابة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها صلى الله عليه وسلم حاجة من الاتنين جاب دحية الكلبي وقال له خد واحدة مكانها من السبي واسبها وعرض عليها حاجة من الاتنين إما أنه يعتقها ويتزوجها وإما أن يطلق صراحة وترجع إلى أهلها فلما رأت هذا الخلق العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وفقت على أن يعتقها وأن يتزوجها وأصبحت بعد ذلك بعد أن أسلمت صفية بنت حيي بن أخطب بنت سيد يعني يهوب بن النظير أصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكذلك وأخيرا تزوج حبيبة اللي رملة بنت أبو سفيان أبو سفيان اللي كان بيعاد المسلمين وبيحارب المسلمين بنت أسلمت وصفرت مع جزا إلى بلاد الحبشة هاجرت فمات زوجها في الغربة علم النبي بذلك أرسل إلى النجاش وقال له عايزة تزوج من رملة بنت أبي سفيان عقد النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم على رملة بنت أبي سفيان وأصدقها ربعميد درهم يعني سبحان الله وأكرمها غاية الإكرام وأرسل معها الهدايا وعادت بعد ذلك من الحبشة اللي يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سببا في تخفيف العداء من المشركين على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك كله فكانت أغلب زيجات النبي صلى الله عليه وسلم من نساء ثيبات وليس أبكارا وفوق ذلك كله أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة الشباب أو في جل مرحلة الشباب كان يستطيع أنه يعدد ولم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآهلي وسلم ما بعد ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي نرجع مرة تانية للمصارع وبنقول للشيطان اخسأ عدو الله ما تقدرش أبدا أن أنت تستعمل أي شيطان من شياطين الإنس عشان يقضحه في نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستحي منها أبدا شفنا قدي يا جماعة أن النبي عسلم كان في حكم عظيمة وكان في حكم عظيمة جدا من زواجه من أكثر من واحدة قلنا الحكمة التعليمية أنه كان لازم يعلم نساء الأمة وكان فيها سئلة كتير محرغة ما ينفعش المرأة تتعلمها إلا من امرأة زيها فكان لابد من وجود عدد من زوجات النبي يعلمنا نساء المسلمين قلنا الحاجة التانية الحكمة التشريعية كان لابد أن يبطل عادة التبني وكان لازم يتم بترتيب من المولى عز وجل أنه يتبنى زيد بن حريثة ثم يعطقه في وصبح مولى فيتجوز من زين ابن تجحش ثم بعد ذلك يطلقها فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا لا ده تجوز بنت أو زوجة ابنه فيأتي قول المولى عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين فيبطل عادة التبني الحاجة التالتة الحكمة الاجتماعية أنك لابد أن يقرب وزراءه ومن بعدين خلفاء الرشيدين المهديين اتنين منهم النبي يتجوز بناتهم يتجوز عائشة بنت أبي بكر عشان يكرم أبو بكر ويتجوز حفصة بنت عمر عشان يكرم عمر ويجوز عثمان بن عفان من بنت رقية ثم أم كلثوم ويجوز علي بن ابن طالب بن فاطمة وده كانت حكمة عظيمة جدا عشان يقربهم وعشان يوتض ما بين القبائل وعشان يوتض ويأسس دعائم الدولة الإسلامية الحاجة الرابعة والأخيرة الحكمة السياسية أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جوارية بنت الحارث فأسلمت قابلتها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى يتزوج من صفية بنت أحياء بن أخطب بنت سيد بني النظير علشان بعد كده يسلم عادة كبير جدا من أهلها بفضل الله سبحانه وتعالى وتصلم هي وتصبح أم من المؤمنين يتزوج من رملة بنت أبي صفيان عشان يكون بعد ذلك ده سبب لرفع الظلم والاضطهاد عن المسلمين كتحكة معظمة جدا تتلخص كلها في الحرص على نشر الدعوة الإسلامية الحاجة الثانية ترسيخ دعائم الدولة الإسلامية لأن الخلفاء راشدين دولت هم اللي هيحكموا الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الثالثة أن من نساء النبي من كان زواجه منه سببا في إسلام قبلتهم زي يعني جوائرية بنت الحارث الحاجة الرابعة والأخيرة أن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كانوا أرامل فكان من همش حد زي أم سلمة وزي سودة بنت زمها حد بعد كده يقدر يقول أن زواج النبي كان من أجل الشهوة وأسألك سؤال صغير المولى عز وجل أباح للمسلمين أنا مش هتكلم في موضوع التعدد بس أباح للرجل هو يعدد أربعة وهيزم بالله حتى لو ما حصلش طوفيق بيطلق الأربعة وتجوز أربعة ده أيصر للإنسان ولا يجوز تسعة وما يقدرش يبدل أبدا لا يحل لك النساء من بعد ده كلام ربينا ربينا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف الشبهة التانية في عجلة سريعة عشان نرد ونصارع ونقول ما حدش يقدر يقرب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الشيطان يستخدم أي شيطان من شياطين الإنس عشان يقول كلمة ويقضح في حياة حبيبنا ورسولنا وقسوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم شبهة زواج النبي على السلام من أمينا عائشة ويعندها تسع سنين كلام ده صحيح كلام صحيح حديث في صحيح البخاري إن النبي عقد عليه وعندها ست سنين ودخل أبيه ويعندها تسع سنين طب إزاي هنرد إزاي خد معك وراء وألم واسمع مني سبق حاجات في حجالة سريعة هو ده أعظم رد هتسمع إن شاء الله على أي حد يثير هذه الشبهة أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس وأخشى الناس وأطقى الناس لله يسمع كلام ربنا ولا ما يسمعش طبعا يسمع طيب ربنا هو اللي أمره أن يتزوج عائشة يتجوز ولا ما يتجوز يتجوز جبت منين الكلام ده جبت الكلام ده من حديثين حديث الأوليان في البخاري ومسلم إن جبريل عليه السلام كان يأتي بصورة أمي عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث هأرهلك قال صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاثة ليار جاء بك الملك له جبريل في سرقة من حرير يعني في قطعة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول إياك هذا من عند الله يمضيه في رواية الترمذي بسناد حسن عن ابن أبي ملايكة عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فجاء الأمر من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من عائشة يسمع كلامه ولا ما يسمعش ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله سبحانه وتعالى الحاجة التانية من المعلومة يا جماعة أن الفتاة في أرض الجزيرة أو في أي أماكن حارة بتبلغ مبكرا يعني عائشة لما كان عندها تسع سنين رضي الله عنها وأرضها ما كانتش بنت صغيرة وإنما كانت بالغة خذوا بالكم إحنا لحد ولسه هنيجي بقى الموضوع بس يعني أويز أقول إن في الأماكن الحرة البنت بتبلغ مبكرا فعائشة في سن تسع سنين كانت ناضجة ومكتملة كأي امرأة رضي الله عنها وأرضها رقم ثلاثة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أراد إن هو يرتبط بأبي بكر وإن يرد بعض اللي عمله أبو بكر أبو بكر يا جماعة أنفق كل ما يملك واستخدم كل ما يملك واستخدم أسرته كلها في خدمة النبي وخدمة الدعوة وخدمة الإسلام وضحب كل حياته حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد اللي عندنا ياد إلا وقد كافأناه بها ما خلى أبا بكر فإن له عندنا ياد يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة إحنا ما نقدرش نكافئ أبا بكر ربنا هو اللي يتولى مكافئة أبا بكر الصديق رقم أربعة إن تنوع السن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوب جدا ليه؟ لإن النبي هو الأسوة والقدوة عشان نعرف إزاي النبي يتعامل مع البنت اللي سنها صغير وإزاي يتعامل مع الست اللي سنها كبير قوي وإزاي يتعامل مع اللي سنها متوسط وإزاي يتعامل مع البكر وإزاي يتعامل مع الأرملة وإزاي يتعامل مع الثيب وإزاي يتعامل مع دي فنعرف إزاي إن احنا نتعامل مع أزواجنا لإن النبي هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم رقم خمسة إن البيئة هي اللي بتحدد كان في أرض الجزيرة في الوقت ده جماعة الزواج زواج البنت في سنه صغير كان منتشر جدا جدا والدليل على كده حاجات كتيرة جدا أفكوا منهم حكتين إن صفية بنت حيالي بن أخطب بنت زعيم اليهود كان أول زواج لها لأنها جوزت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول زواج لها وكان عمرها 11 سنة حفصة بنت عمر بن الخطاب كان أول زواج لها وعمرها 12 سنة ولذلك ودي أهم نقطة احفظوها مني يا مسلمين احفظوها مني المشركين كانوا بيحبوا النبي يحبوه إزاي إذا كانوا دبروا تسع مؤمارات لقتله طردوا من مكة رموا سل الجزول على ظهري رموا اترفق راسه قالوا عليه الساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكل الكلام ده ورغم كده لما تجوز عائشة وعندها تسع سنين ما قالوش تجوز عائلة صغيرة فلو كانت دية تهمة كان أبو جاهل اتهمه وكان بلاش أبو جاهل ما كان خلاص مات كان الناس اتهموا كان المشركين نفسهم اتهموا لكنهم لم يتهموا النبي فعرفنا أنها ليست تهمة واضح يا جماعة يعني لو كانت شبهة ما كانش في حد من المشركين فوتها للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسكهاله ووقفلوا على الوحدة إذا كان قالوا عليه حاجات ما هيش فيه قالوا ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقالوا وقالوا لكن ما حدش فيهم قال ان هو تجوز بنت صغيرة ولو كانت تهمة فعلا كانوا مسكهاله يعني مثلا على سبيل المثال في مصر كان البنات من سن من 40 سنة فاتوا يعني يعني في السبعينات أو في الاربعينات أو الخمسينات كانت الواحدة بتجوز وعندها كم سنة يا جماعة 18 سنة ولو قاعدت لحد سن 20 سنة بيعتبروها عن نزد النهار ده سن الزواج ارتفع بقى ما بين الخمسة وعشرين والخمسة وثلاثين واللي تتجوزوا عندها 18 سنة يقولوا لها انت جوزت بادر لي يا بنتي صح كده؟ فالدنيا بتختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأماكن ووضح كده جماعة رقم ستة ان النبي صلى الله عليه وسلم تجوزها سنة كم يا جماعة؟ تجوزها سنة اتنين هجرية يعني كان بداية التشريع خدوا بالكم كان بداية التشريع فكان مطلوب جدا ان واحدة صغيرة تكون داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسأل كتير وتعرف كتير وتنقل العلم الشرعي ده للأمة ومن حكمة ربنا وركزوا معايا ومن حكمة ربنا ان هي ما تخلفش عشان ما تنشغلش بأولادها وتنشغل بنقل العلم من النبي للأمة الإسلامية واللي أجمل من ده كله ان ربنا يخليها أحب وحدة لقلب النبي كما سأل عمر بن العاص حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله قال عائشة قال فمين الرجال قال أبوها فكان ربنا جعل حبها في قلب النبي أكتر وحدة خدوا بالكم علشان تسأل كتير وتتعلم كتير والنبي يخبرها كتير فتروح تعلم الأمة ولذلك النبي تجوزها وعندها تسع سنين ومات وهي عندها تمنتاشر سنة عاش معاها تسع سنين اتعلمت علم في تسع سنين وعاشت هي بعد النبي سبعة واربعين سنة تنقل العلم ده كله للأمة فنفع الله بها نفعا عظيما سابع حاجة ودي آخر حاجة حبيبي إن الشبهة دي طلعت من كم سنة من حوالي خمسين ستين سنة فلو كانت شبهة حقيقية كانت ظهرت من ألف سنة أو من ألف وربعمائة سنة لكنها عمره ما كانت شبهة إنما أعداء الإسلام قاعدين يدوروا والشيطان عمال بيستعمل شياطين الإنس اللي هم أولياءه وبيقول لفلان يلا طلع الشبهة الفلانية وانت طلع الشبهة الفلانية وانت قول كذا وانت عمل كذا أصبح صرايا إبليس ما هماش من شياطين الجن بس أصبح صرايا إبليس كتير منهم من شياطين الإنس العجيب إن حتى اللي بيثيروا الشبهات دولت ياريتهم حتى كفار أو غير ذا لا ده أصبحوا كمان من بني جلدتنا يعني أصبح بعض المسلمين اللي هم بيقولوا إحلى مسلمين أصبحوا بيتبنوا الشبهات دي وبينشروها بين المسلمين وبيقضحوا في حبيبنا ونبينا وقسوتنا وقضوتنا صلى الله عليه وسلم قلت لكم في بداية الحلقة ما عندناش حاجة في حياة النبي نستحي من ذكرها أو نحاول ندريها عشان الناس ما تعرفش أو بنكسف ونوط رصنا لما حد يقول كده أبدا بفضل الله كل حياة النبي صفحة بيضة لقية مشرقة بفضل الله سبحانه وتعالى عمرنا ما نكسف بل بنفتخر بكل حاجة قالها النبي أو عملها أو أقرها بنفتخر بحياة النبي من الألف اللي اقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقوا أعظم رجل وجد على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم حتى إن الكفار نفسهم لما حبوا يعددوا عظماء الكون كله قالوا لعظماء مياه وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يا مسلمين بكده ضربنا الشيطان في مقتل ضربناه بالضربة الأضية في كل جولة بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا للكون ده كله هو ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إني داعم فأمم من قلبك اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حصن الخاتمة ارزقنا جميعا حصن الخاتمة ارزقنا جميعا حصن الخاتمة اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأكمم لنا لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة